يقول شخص يصلي ويصم النوافل ومحافظ على الأذكار وطيب وملتزم بسمت السنة ولكنه يزل في المعاصي ويقول إنني مبتلا بفتنة النساء فينظر للحرام ثم يتوب ويتوب وينظر ويتوب ما النصيحة يستمر على التوبة إذا زلت منه القدم لا ييأس من رحمة الله بل يستمر على التوبة وينبغي أن يبتعد عن المواطن التي فيها فتنة والله أعلم